نبدأ معاكم فاكرات نهارك سعيد زي ما قلنا في البداية بفاكرة خاصة جدا عن الوضع الاقتصادي لمصر يعني مش هقول في الايام في الشهور الاخيرة ومع تصاعد الاحداث السياسية بشكل كبير جدا وتطورها بشكل مزهل اكيد كان فيه تأثير على الحالة الاقتصادية للبلد بعض المحللين قالت ان دي دولة وبتنهار والبعض الاخر قال لا ما ينفعش تكون بتنهار اقتصاديا في وقت قصير تسعة او عشر شهور بس اكيد فيه ازمة واحنا بنعاني من ازمة من يومين تقريبا قيل ان انخفض التصنيف الاقتماني الدولي للشهر التاني على التوالي في مصر ايه هو التصنيف الاقتماني الدولي ايه الوضع الاقتصادي في مصر حقيقة نعمل ايه دلوقتي واحنا وضعنا ايه عالميا دا هنعرفه النهاردة من استاذ متولي رمضان مدير تحرير جريدة المال صباح الخير صباحا رمضان متولي نهارك سعيد طبعا أول حاجة أسألك عنها الوضع الاقتصادي في مصر وصل لإيه طيب هو يعني بالتأكيد إحنا في مصر عندنا أزم اقتصادية بس الأزمة الاقتصادية الموجودة في مصر حاليا لها عدة مصادر أولا أنه فيه أزمة اقتصادية في العالم وعادة وبشكل طبيعي بسبب رتباط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي لما بتحصل أزمة اقتصادية في العالم بيكون لها تأثير على الاقتصاد المحلي الثاني هو الخلل الهيكالي في الاقتصاد المصري عموما الاقتصاد المصري فيه ضعف هيكالي من فترة من زمنية طويلة من 40 سنة أن القدرة على المنافسة في الأسوأ العالمية محدودة انخفاض الطلب المحلي بسبب الفقر نسبة الفقر عندنا كبيرة فما فيش طلب محلي بيشجع على خلق استثمارات جديدة عندنا معدل الادخار القومي ضعيف عن المعدل اللي بنحتاجه علشان نعمل استثمارات جديدة تستوعب الداخلين الجدد لسوء العمل فعندنا أزمة بطالة مزمنة فعندنا خلل هيكلف الاقتصاد وعندنا أزمة اقتصادية عالمية دول عاملين أساسيين في أزمة الاقتصاد المصري حاليا لكن اضاف ليهم الاضطرابات السياسية والأزمة السياسية اللي موجودة فيها مصر حاليا وما فيش دولة بعد ما بتنجز ثورة أو بتحدث فيها ثورة ما بيحصلش فيها أزمات اقتصادية عنيفة مصر كانت محظوظة أن الأثر الاقتصادي للثورة المصرية محدود جدا بالمقارنة بأي ثورات أخرى طب يعني ناخد جزء جزء احنا تأثرنا بدول العالم كلها وفيها فيها دروقتي مشاكل اقتصادية وبالتالي احنا تأثرنا وضعينا ايه بالنسبة لهم؟ المشكلة حاليا اللي موجودة عندنا احنا في مصر الجزء اللي بيعتمد فيها على التصدير هو الجزء المتقدم من الاقتصاد صادراته الأساسية بتتركز في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دول أكتر جهتين بنوجه لهم صادراتنا الأزمة الموجودة دلوقتي أزمة الديون واتجاه دول كتيرة جدا في الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة برضو ناحية تباني سياسات تقشفية ده معناه أن صادراتنا بتنكمش إلى هذه الدول وطالما انكمشت الصادرات بتاعتك بأن عكس ده على طول في عجز تجاري احنا كنا محظوظين مع ذلك يعني العجز التجاري المصري خلال 11 شهر اللي فاته أو خلال الفترة اللي فاته دي كلها كان محدود جدا وحصل أسوأ منه قبلك يا ده في 2008 حصل أسوأ منه وما يا سعيدة أنا بسمع من خلالك كلام ده ده احنا يعني خوفونا كلهم بيخوفونا لا هو تخويف قائم ومقصود يعني لوجهة نظري أنه احنا من مفروض نخاف بس مش من اللي حصل اللي حصل ده كان بسيط جدا جدا بالنسبة لدولة بتتعرض لمأزق سياسي خطير وثورة اجتماعية بتحصل فيها أو ثورة سياسية بتحصل فيها لكن اللي جاي ممكن يبقى أسوأ وده يعتمد على السياسات اللي تاخدها الدولة أو ياخدها الحاكمين دلوقتي المجلس العسكري أو غيره في المستقبل القريب يعني ده هو لازم يحددوا اختياراتهم مما عايزين يخلوا البلد دي تدخل في أزمة اقتصادية عنيفة ولا عايزين يقدروا يعبروا بيها لبر الأمان تبقى عندنا أزمة اقتصادية برضو لأنه مصر مش هتخلص من أزمة اقتصادية بسبب ارتباطات هذه الأزمة بأزمة الاقتصاد العالمي بس هتبقى محدودة وحنقدر نستوعب يقول انه هو في إيد القوامين على الدولة أو المجلس العسكري أكتر من الأحداث السياسية التي تحدث في الشرع بالضبط المصدر الأساسي للمخاوف المستقبلية حوالي الاقتصاد المصري جاي من الوضع السياسي والخلل الهيكالي اللي حديك بتتكلم عليه أعتقد هو خلل ترقوم مفهوض يعني كان هيحدث في كل الأحوال هو قائم دائما هو من 40 سنة قريبا يعني احنا عندنا مشكلة في الاقتصاد المصري معدل الادخار ضعيف حجم الاستثمارات اللي بتضخ كل سنة علشان تخلق فرص عمل جديدة للداخلين الجودة دسول عمل محدود بنحتاج استثمارات أجنبية وقرود بقى عندنا عجز تجاري بسبب الفرق الشديد ما بين الصدرات بتاعتنا والوردة ده خلل هيكالي قائم بقاله بقول لحضرتك أكتر من 40 سنة ده حله مع الأمد الطويل يعني تبليه كل شوية بنسمع أن مصر على وشك الإفلاس وأن الدولة بتنهار اقتصاديا وكلام الكبير ده سياسة ده سياسة احنا عندنا مشكلة دلوقتي الثورة المصرية لم تكتمل ولم تستطع أن تستولي على السلطة في البلاد فالقائمين على الحكم حاليا وخاصة المجلس العسكري هدفه اللي اتضح خلال الفترة اللي فاتت فترة طويلة اللي فاتت وما كانش فيه مبرر خالص أنها تبقى طويلة جدا أنه ما يحدث أي تغيير على النظام اللي أسسه بو بارك وبيعاند دايما حركة الشارع وكأن الجماهير المصرية دي ما عملتش صورة وكأنها ما ضحيتش بناس وبيعراهن بدأ على التخويف التخويف من الوضع الأمني والإنفلات الأمني والتخويف من الاقتصاد وده في الحقيقة لو كان استخدم إعلاميا بهدف إحداث أثر سلبي على الجمهور وخلق روح عدائية ناحية الصور في الفترة اللي فاتت هو ممكن يؤدي لده فعلا يعني مشكلة أننا لما عودة أقول أننا دخلين على الإفلاس الاقتصاد بتاعنا بينهار مش عارف إيه ده نفسه ممكن يحدث اللي كان ممكن ما يحصلش لو الدعاية دي ما استخدمش ما أنا ده اللي عايزة أسأل حركة عليه يعني سياسة التخويف دي مش ممكن يكون لها أثر على المستثمرين العرب والأجانب والبورسة المصرية هي جابت أثر فعلا هي جابت أثر في السياحة لأن الجزء مهم من سياسة التخويف كانت الفوضى الأمنية اللي حصلت بعد سقوط مبارك الفوضى الأمنية دي الشعب المصري عادة عايش في فوضى أمنية طول حياته يعني طول عمر مبارك في السلطة الخدمات الأمنية كانت لصالح النظام السياسي ولصالح الأسرياء اللي ممكن حتى يشتروا شركات أمن خاصة أو يستأجروا شركات أمن خاصة علشان تحميهم إنما لسبعين في المية فؤرة بتوع الشعب المصري أو الفؤرة والطوى المتوسطة مع بعض يكونوا حوالين سبعين في المية دول كانوا محرومين تقريبا من الخدمات الأمنية وكانت الناس قادرة تعيش يعني بتتوافق اللي بيستحمل البلطاجة في حتة اللي بيتعامل مع عائلات اللي بيحلوا مشاكلهم عرفيا يعني الفوضى الأمنية كانت في مصر طول عهد مبارك بس الوقت الحالي حتى الجزء اللي لي علاقة بحماية المناطق السياحية ولو رجعت بالزاكرة الشوية كنت هتعرفين أن السياح كانوا مويزين أمنيا وبيتلقوا خدمات أمنية أفضل من المواطن المصري في مصر وأخذ بالحضراتك فهو دلوقتي ما بقاش حاطت الحماية الأمنية دي كمان في المناطق السياحية فبقت الرعب الأمني أو الفوضى الأمنية خلت عدد كبير جدا من السياح يحجموا عن زيارة مصر وانخفضت السياحة فعلا في 6 شهر بنسبة 50% تقريبا وده كان أثره سيء كتير على الاقتصاد المصري فهمو من الغياب الأمني مسؤولية الدولة هو مسؤولية الدولة في الأول وفي الآخر وأنا أعتقد أنه مقصود والناس تقريبا مدركة أنه مقصود الجزء الثاني اللي لي علاقة بالتخويف من الأزمات الاقتصادية وانهيار الاحتياطي التخويف ده غير موضوع يعني احنا عندنا الاحتياطي انخفض احتياطي النقد عند البنك المركزي البنك المركزي بيحتفظ باحتياطي من العملات الأجنبية علشان يغطي التزامات الدولة نحية أنها تستورد وردات معينة من الخارج أو سداد القروض بتاعتها أقصات الديون أو فوائد الديون وده بيحتاج البنك المركزي يحتفظ بعملات أجنبية عنده علشان ده الاحتياطي انخفض من تغطية 7 شهور لتغطية 5 شهور و7 من 10 وده حاجة آمنة جدا يعني التغطية الاحتياطي لما الاحتياطي يغطي 6 شهور من الوردات تقريبا ده حاجة معدل آمن جدا ما يخوفناش خالص ناحية ان احنا ما نلاقيش فلوس نستورد بها كلنا بعد إيسنا حضرتك يعني يومنا بتكلم على الاحتياطي احنا ما عندناش مشكلة أساسية جوهرية احنا نتكلم في الاحتياطي بتاعنا اللي احنا منترجمه دلوقتي بالأرقام فرق دقيق حواليا من 30 مليار دولار في مارس اللي فات قبل ما تحصل فتح البورصة وهروب فلوس بين البورصة لـ 24 مليار دولار حاليا الـ 24 مليار دولار حاليا يغطلنا 5 و 7 من 10 شهر واردات الوردات احنا بنحتاج انواع كتيرة من الوردات مش بس واردات غسائية احنا بنحتاج واردات صناعية من السلع الوسيطة اللي بتشغلينا المصانع فده يغطي 5 شهور او 5 و 7 من 10 شهور وده معدل آمن جدا ما فيوش اي خطر الخطر انه لو استمر هذا الوضع السياسي المضطرب غير المستقر لانه ده ممكن المعدلات الاحتياطية تنهار بسرعة تنهار اسرع من كده الخطر التاني اللي حصل نتيجة للدعاية اللي بيقول لحضرتك عليها دي انه ما فيش استمر أجنبي هو طبيعي بعد ثورات في اي دولة في العالم انه استمر الأجنبي بقى زيره اذا ما كانش اتحرك بالسلبي يعني ناس كانت موجودة وهربت اي ده طبيعي جدا يعني ما فيوش اي مشكلة اطلاقا وما فيوش مشكلة جندة في مصر لانه مصر الاقتصاد بتاعنا ما بيعتمدش خالص بنسبة كبيرة على الاستثمارات الاجنبية في نموه الاقتصاد المصري بيعتمد بنسبة 70 ل 75% في نموه على الاستثمارات المحلية والطلب البحلي ما بيعتمدش كتير على الاستثمار الأجنبي بس برضو يعني الاستثمار الأجنبي كان بيلعب دور في تكوين بنية صناعية جديدة وجذب عمالة جديدة وفتح فرص عمل جديدة للناس غير الاستثمار الأجنبي اللي بيخش البورصة ده بيخش يعمل مداربات لو احنا تكلمنا عن البورصة يعني بعد صورة 25 يناير على طول اخلقت بواب البورصة المصرية في الاحداث الأخيرة بدءا من الجمعة اللي فاتت والبورصة شغالة بس كل يوم بيقولون لنا لأ فيه خسارة بقدر كذا حدرت معه ولا ضد ان البورصة تكون شغالة بص حضرتك هو يعني افضل قرار اتعامل بعد 11 فبراير مباشرة هو ان البورصة تقفل وانه التحويلات من البنوك للخارج تبقى محدودة بسقف معين ده كان افضل حاجة اتخذت لانه ده معناه ان انا بحاول احافظ على رأس المال اللي جوه البلد بقدر الامكان جوه البلد ما يتخربش برا في الفترة دي لكن الحقيقة هي ما تعملتش قوي يعني اتعاملت بقرار بس مع الالتفاف عليه ازاي؟ انه صحيح المجلس العسكري والبنك المركزي قرر انه التحويلات الدولارية من البنوك المصرية تبقى في سقف معين لكن كان فيه بنك خارج ادارة وخارج سيطارة البنك المركزي تماما مشرف عليه عاطف عبيد اكيد حول مبالغ ضخمة من خلاله الى الخارج ده جزء التحويلات عن طريق البنوك الجزء التاني بقى البورصة قعدوا تكلموا عن البورصة كأنه الاقتصاد حيموت من غير البورصة عايز اقول معلومة صغيرة بس انه المقتصاد المصري عايش من الستينيات او من الخمسينيات لغاية سنة التسعين من غير البورصة بدون بورصة ما كانش فيه اي بورصة ولا اي حاجة وكان فيه استثمارات وكان الناس بتشتغل وبيحصل معدلات نمو الى اخيره فالبورصة ما هيش الحاجة الحيوية قوي كده في النشاط الاقتصاد هي ما بتعملش حاجة في الاقتصاد الحقيقي يعني لا هي مصنع ولا عربية نقل ولا طاقة ولا اي حاجة هي ولا حاجة في النهاية هي مجال للناس تخش تشتري اوراق وتضارب على الاوراق خلاص بس فيه بتبقى خطر في الازمات الاقتصادية لان بتبقى قناة لهروب رأس المال وده اللي حصل بعد اعادة فتح البورصة ودي المشكلة الاخطر انا دلوقتي عندي مستثمرين اجانب وعرب شاريين اسهم شاريين اسهم في البورصة محدش فيهم هياخد المكنة ولا هياخد المصنع ويطلع بيه برا مصر لكن لما افتح له البورصة هيبيع السهم وحياخد جنيه يروح اشتري بيه دولار ويحول الدولار برا مصر وده يأثر على سعر صرف الجنيه ويخلي سعر صرف الجنيه انخفض كما هو الحقص عشان كده الدولار دلوقتي تجاوز الستة جنيه بيزيد نسبيا وده اللي يأثر على الاحتياط لانه لما الدولار يقل في السوق البنك المركزي خاف لتنهار الثقة في الاقتصاد المصري فيروح حاطط فلوس من الاحتياط في البنوك علشان الناس اللي بتطلب دولار يديهم دولار فالدولار ده يخرج برا مصر او يتخذ يتخزن او يروح للدهب وعشان كده لدهب سعره بيرتفع برضو فالناس دي المشكلة انا يعني كنت ضد تماما فتح البورصة لانه دي بتفتح مجال لهروب فلوس مهمة اللي هي الاحتياط النقدي من العملات الاجنبية عند البنك المركزي انها هتخرج برا خلي الناس بالاسهم اللي معاهم ايه المشكلة يعني هيعملوا ايه بالاسهم اللي معاهم هتفضل البورصة مقفولة ولما تفتتح بعد كده اتشاطبت مش مهم تتسجل من جديد يعني كل ده مكانش ازمة حيائية انما اخرج من ازمة مهمية علشان اخلق لنفسي ازمة حيائية طب ليه